صحة وسعادة نحييكم في هذه الحلقة المميزة الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي انطلق بالتزامن مع انطلاق أسبوع الابتكار أسبوع الإمارات تبتكر حقيقة في البداية أحب أني أتوجه بالشكر الجزير لجميع من قام بالمشاركة في إعداد هذا البرنامج وأيضا الشكر كذلك منصول لمؤسسة دبي للإعلام وبالتحديد إذاعة نور دبي على التعاون المثمر بينها وبين هيئة الصحة بدبي لإطلاق برنامج صحة وسعادة والذي يأتيكم لكي نستعرض معكم العديد من الفعاليات والأخبار والأحداث الصحية التي تستضيفها إمارة دبي وأيضا كل ما يتعلق بهية الصحة بدبي سواء من خلال استقبال ملاحظاتكم آراءكم وأيضا الأمور التي تساعدنا في تطوير خدماتنا بشكل أو بآخر مستمعين الكرام مثل ما وعدناكم قلنا أننا خلال هذا الأسبوع احتفالا بأسبوع الإمارات تبتكر ما نطلق يوميا مسابقة من خلال هذا البرنامج خلونا نعرفكم على سؤال حلقة اليوم سؤالنا في أي مستشفى من مستشفيات دبي سيتم تدشين المركز الدولي للمناظير هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط واللي بيتابع حوارنا اليوم إن شاء الله بيتعرف على الإجابة عيسى نعطيهم خيارات ولا نتريه شوية أنا كريم وهم يستهلون أكيد طيب الخيارات عندنا مستشفى راشد مستشفى دبي ولا مستشفى لطيفة ننتظر إجاباتكم يعني لين نهاية الحلقة وما نعلن عن الفائز الفائز بيكون فائز معانا بألف درهم نقدا مقدمة من هيئة الصحة بدبي ارسلونا إجاباتكم على الرقم رقم الاسمس 4006 وأيضا للتواصل معنا على الهواء مباشرة يمكنكم التواصل معنا على الرقم 600551414 إذن ننتظر إجاباتكم مرة ثانية على رقم الاسمس 4006 مستمعين الكرام يعني إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعلان عام 2015 عاما للابتكار وأيضا استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلسه وزراء حاكم دبي رعاه الله في شأن اطلاق أسبوع الإمارات للابتكار الذي بدأ أعماله يوم الأحد 22 نوفمبر ومستمر حتى 28 من هذا الشهر أطلقت هيئة الصحة في دبي العديد من الفعاليات مجسدة في قرية القرية الصحية للابتكار هذه القرية تكلمنا عنها بالأمس وأيضا اليوم ما نتكلم عن تفاعل الهيئة مع أسبوع الابتكار وكيف نجحت في استقطاب العديد من الشخصيات المجتمعية والمعنيين بالابتكار والإبداع والشؤون الصحية إلى جانب الجمهور من خلال القرية الصحية للابتكار اللي تقع في الكايت بيتش في منطقة جميرة الفعاليات مستمرة وأنشطتها ومبادراتها الذكية وخدماتها مستمرة حتى 28 نوفمبر الجاري ما نتعرف أكثر على هذه القرية وما نتعرف أكثر على الفعاليات الموجودة في هذا الأسبوع من مبادرات وأنشطة وفعاليات مع ضيفنا في الستوديو أو ضيفتنا في الستوديو الأستاذة فاطمة عباس مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات ورئيسة لجنة فعاليات أسبوع الابتكار في هيئة الصحة في دبي حياة الله معنا أستاذة فاطمة أستاذة خلينا في البداية إذا ما تحدثنا عن فكرة القرية الصحية للابتكار وأهدافها يا ترى من أين جاءتكم هذه الفكرة؟ بداية أحب أحيي ورحب بجميع المستمعين ومثل ما تفضلت أخوي محمود عام 2015 عام الابتكار ومن بداية هالعام سعت الهيئة بتنظيم العديد من البرامج والأنشطة لتعزيز ثقافة الابتكار مع موظفين الهيئة سواء من الإدارات الإدارية أو التخصصية في الإدارة العامة وفي المستشفيات ولكن تزامنا مع هذا الحدث والأسبوع المميز مثل ما نقول أسبوع الإمارات تبتكر شكلت الهيئة وبتوجيهات من معالي الرئيس المدير العام حميد القطامي فريق عمل متكامل من كافة القطاعات والإدارات المعنية لطرح الأفكار المختلفة والمشاركة بشكل مبتكر لتنظيم والاستعداد لهذا الحدث وحقيقة نجتمع الفريق أن يخرج هذه الفعالية بشكل مختلف نوعا ما وفي أجواء مفتوحة وإيجابية وخارج حدود العمل وأوقات الدوام الرسمي فطلعت من هنا فكرة القرية الصحية للابتكار في كايت بيتش في جميرا دعم إذن يعني التوجه الخارجي خارج حدود الهيئة بشكل عام هو توجه يعني مبتكر إذا ما تحدثنا عن هذا الابتكار لكن خلينا شوي نتوجه على أهم الفعاليات اللي موجودة في هذا الأسبوع الأنشطة اللي تتضمنها أجندة الهيئة في هذا الأسبوع خلينا نتعرف أكثر على هذه الفعاليات بشكل مختصر هذه القرية هي عبارة عن منصة تحتوي مثل ما تفضلت العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات المختلفة نحاول نحن من خلال هذه القرية ننعزز التواصل ما بس بين موظفين الهيئة وإنما يكون تفاعل مباشر مع المجتمع حاولنا يعني في برنامج القرية النظم العديد من المبادرات ما بينها يعني مبادرات تطبيقات ذكية فيها خدمات صحية ذكية تستهدف بشكل مباشر المرضى والمتعاملين مع الهيئة وأيضا أحدى فعالياتها التي هي الجلسات النقاشية سواء كانت بحضور بعض الشخصيات والقيادات الوطنية أو المهتمين بجانب الابتكار في المؤسسات بالإضافة يعني تضم هذه القرية برامج توعوية وإثرائية مختلفة موجهة بشكل مباشر للجمهور وأيضا تضمن القرية معرض لأهم التطبيقات الذكية التي تم إطلاقها يعني مؤخرا فاستغلينا القرية وهذه المحطة يعني لتعريف المجتمع بفوائد هذه التطبيقات وكيفية استخدامها بشكل الأمثل جميل هذه التطبيقات يعني تم عرضها أعتقد في مؤتمرات سابقة أو معرض جايتكس بالسابق لكن في تطبيقات جديدة بتكون؟ صحيح هذا مثل ما تفضلت جانب من القرية ولكن التطبيقات اليديدة نحنا كنا حابين نخليها مفاجئة للمستمعين والزوار لكن التطبيقات هذه يعني بينها يعني بتكون موجهة بشكل مباشر للمعنيين والمتعملين الهيئة ممتاز اليوم يعني أنا أدري أنت بسألت عن الإطلاق المبادرات بتقولي لي ونخليها حقوقتها لكن دعنا نتكلم عن اليوم اليوم شو عندكم؟ يعني أنا ما ودي أقول بس نعم نحنا اليوم إن شاء الله راح نطلق مركز لطيفة دولي للمناظير في مستشفى لطيفة طبعا هذا المركز يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط سواء من حيث التخصص والتجهيزات والخبرات والكفاءات الطبية القائمة عليها إلى جانب إمكانيات هذا المركز العلمي والبحثية المتقدمة بعد أكثر من شذا أخي محمود ما بقول هذا أنا ليش تعمت أقول وأسأل هذا السؤال يعني على أساس أن شوي يساعد الجمهور في سؤال الحلقة اللي ركز أكيد بيعرف الإجابة عموما يا ترى شو اللي ممكن نتكلم فيه عن الشراكة الاستراتيجية بينكم وبين القطاع الخاص شو اللي حطيتوه في هذا الأسبوع أو في هذه القرية يجسد هذه المسألة طبعا فيه تطبيقات كثيرة راح نطلقها وهذه كلها مع شركات متخصصة ومع يعني مؤسسات خاصة ولكن فيه فعالية نحن منظمينها في القرية الصحية للابدكار هي محطة المعرفة وهذه برعاية شركة الـ IBM هي عبارة عن ورش عمل تثقيفية للطلاب الجامعات وأيضا من يرغب في الانضمام من الجمهور المتخصص في المجال الطبي بشكل خاص راح تتحق يعني راح تناقش هالورش حول موضوع الحوسبة الإدراكية في المجال الصحي لكن أيضا خلال فترات أخرى راح تناقش موضوعات مختلفة أيضا في المجال الطبي الأكاديمي طيب فاطمة يعني أنا بس آخر سؤال ممكن أتوجه فيه لت يعني يا ترى كلمة خيرة تبغي نتوجهنا للمستمعين بالنسبة لزيارتهم لهذه القرية شو اللي ممكن يشوفونا شو اللي ممكن حمسهم أنه ممكن يزورون هذه القرية طبعا أخ محمود مثل ما قلت لك أن فيها مفاجآت كثيرة يعني زيارة هذه القرية هي بحد ذاتها مثل أقول لك يعني أنه بتكون يعني زيارة عائلية أكثر فيها يعني لقاء مع الشخصيات الوطنية وفيها لقاء مع المتخصصين أيضا في المجال الطبي لكن أيضا فيها فعاليات وطنية فيها مسابقات للجمهور فيها فعاليات مختلفة منظمينها للجمهور فنحن يعني من خلال هذه المحطة نحن نحاب ندعو الجميع لزيارة القرية الأستاذة فاطمة عباس مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات رئيس لجنة فعاليات أسبوع الابتكار في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك تواجدتش معنا شكرا جزيلا ومخرجي أشير لي فاصل صح إذن فاصل مستمعين الكرام ونعود لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم صحة وسعادة والذي يأتيكم بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام والمتمثلة في إذاعة نور دبي مستمعين كنا نتحدث قبل الفاصل عن سبوع الابتكار وتحدثنا عن القرية الصحية للابتكار طبعا طالما أسعفني الوقت أنا رح أحاول أذكر قدر الإمكان بالفعاليات الموجودة في هذه القرية أيضا أبغي أذكركم كذلك بسؤال المسابقة وأتمنى تركزون معايا لأن حتى في إجاباتي خارج الخيارات اللي أنا طرحتها فركزوا معايا في سؤال المسابقة السؤال يقول في أي مستشفى من مستشفيات دبي سيتم تدشين المركز الدولي للمناظير هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط هل مستشفى راشد أم مستشفى دبي أم مستشفى لطيفة اللي تابع معنا اللقاء من البداية مع الأستاذة فاطمة عباس أكيد توصل للإجابة عموما يمكنكم رسال الإجابات على رقم السمس 4006 وأيضا المجال مفتوح لكم مستمعين للتواصل معنا عبر الهاتف الخاص بالبرنامج يجد له 600551414 إذن السمس 4006 وأيضا عندكم التواصل معنا عبر الهاتف على الرقم 6551414 كذلك مستمعين نحن طرحنا مسألة أو أمس يعني ركزنا على موضوع مبادرة نحن نغذيك واستضفنا دكتورة وفا عايش للحديث عن هذه المبادرة بس حابة ذكركم أن التصويت لأفضل مبادرة حكومية نحن نغذيك من خلال التطبيق أو عبر الموقع vote.d.mc.gov.ae كذلك هناك العديد من الفعاليات التي تشهدها هذه الفترة يعني بشكل أو بآخر هي فعاليات تزيد من الأمور التي الواحد ممكن يتكلم فيها عن القطاع الخاص يعني هيئة الصحة في دبي أكيد تمضي نحو الوصول إلى نموذج صحي عالمي من الطراز الأول يعني بخدماته تجهيزاته وأيضا باستقطاع نخبة القائمين على هذا القطاع نحن في هيئة الصحة ندرك أهمية الدور الكبير ليقوم به القطاع الصحي في تحقيق مجتمع صحي آمن وسعيد ومن هذا الإدراك ومن قناعتها الشديدة بهذا الدور بعد قليل إن شاء الله يلتقي معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة في دبي مع قيادات الهيئة والمختصين والمسؤولين في القطاع الصحي الخاص في دبي حول هذا اللقاء ما أدري إذا موجودة معانا الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي سلام عليكم أخوي محمود يا أهلا فيك دكتورة هيا كلا كنا نتحدث عن لقاء معاليه بالقطاع الخاص يا ترى تحدثين عن فكرة هذا اللقاء وأهدافه إذا كلا خير أخوي محمود على هذه الاستضافة مثل ما تفضلت في البداية في المقدمة الصراحة كانت جميلة جدا ومثل ما تفضلت أن اليوم إن شاء الله معالي حميد القطامي برئيس المجلس ومدير عام هيئة الصحة في دبي إن شاء الله بيلتقي في فندق كونراد مع الشركاء الاستراتيجيين في إمارة دبي من القطاع الخاص اللي يقدمون الخدمات الصحية في القطاع الخاص اليوم إن شاء الله بيكون اللقاء معهم وطبعا هذا من ضمن هذا الملتقى السنوي لهيئة الصحة في دبي مع القطاع الطبي الخاص طبعا نحن كل سنة يكون عندنا لقاء أو لقائين وهذا طبعا الملتقى اليوم استمرارية لللقاءات السابقة اللي كانت عندنا طبعا مثل ما تفضلت أخوي محمود نحن القطاع الطبي الخاص اليوم يقدم أكثر من 70% من الخدمات الصحية في الإمارة وهو القطاع الخاص هو شريك استراتيجي لهيئة الصحة في دبي وآراءهم اتهمنا ومعاليه اليوم إن شاء الله هو بروحه بيحضر ليسمع آراءهم ويسمع مقترحاتهم ويقف على احتياجاتهم وهذه الملتقى بيكون مثل مد جسور التواصل بيننا وبين القطاع الصحي الخاص طيب المحاور الرئيسية لهذا اللقاء وشو الرسائل المتوقع عنكم يعني تسعون التأكيد عليها في خلال هذا اللقاء إن شاء الله بيحضر الملتقى اليوم أكثر من 100 شخص من القطاع الصحي الخاص في إمارة دبي والمحاور طبعا مثل ما تعرف أخوي محمود هنا في أسبوع الابتكار والمحاور الملتقى تتركز على الابتكار نسمع أفكار القطاع الصحي الخاص في الابتكار وشو هم محتاجين منه كهيئة الصحة في دبي في شو الأشياء المواضيع اللي تتعلق بالسياحة العلاجية وتطوير وتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي الخاص في الإمارة وكيف ممكن أن نقف على التحديات اللي تواجههم في مجال تقديم الرعاية الصحية وكذلك كيف بأن الخدمات هذه المقدمة في الإمارة تكون بطريقة مبدعة طريقة مبتكرة وبطريقة جديدة وكيف أنه ممكن نحن نساعدهم في أنهم يقدمون هذه الخدمات النقاط الثانية اللي رح نتناولها إن شاء الله اليوم طبعا نقطة الخدمات الإلكترونية الذكية للقطاع الخاص يحب أنه نحن كهيئة الصحة في دبي نتطرقلها ونقدم لهم مثل نظام التراخيف نحن اليوم عندنا نظام التراخيف الطبية للشريان لكن نحن نبقى نسمع آراءهم عن النظام هذا وممكن كيف أنه نحن نطور النظام هذا وشو الخدمات الثانية اللي هم يمحتاجينها بحيث أن ننخلي إمارة جزء من المدينة الذكية في القطاع الصحي الخاص نعم دكتور أنا أريد شوي بس نعرف المستمعين اللي ما يعرفون شوي عن نظام شريان أعطينا فكرة مفصلة عن هذا النظام نظام شريان طبعا تم إطلاقه في سنة 2012 وهذا نظام إلكتروني بحيث بأن المستثمر أو المهني الطبي إذا حب أن المستثمر يفتح عيادة أو أي منشأة صحية في إمارة جدي أو أن المهن الصحي حب أن يقدم على الحصول على الرصة المهنية للمزاولة ممكن عن طريق النظام الإلكتروني شريان يقدم على الطلب طبعا في السابق أخوي محمود كان المستثمر أو المهن الصحي إذا حب أن يستثمر في دبي أو أن يعمل في دبي لازم أن يعدنا في هيئة صحة في دبي في إدارة التنظيم الصحي ويقدم الأوراق بشكل ورقي يقدم الطلب بشكل ورقي لكننا الحمد لله بفضل الله قدرنا ننطور النظام الشريان هذا بحيث أن المستثمر أو المهن الصحي في أي دولة من الدول اللي هو عايش فيه ممكن يقدم على طلب ترخيص لمنشأة صحية أو طلب للحصول على رصة المزاولة المهنة من دون الحاجة إلى الإمارة كذلك النظام الشريان هذا ساعدنا على أن المهن الصحي يقدم الامتحانات أو التقييم عن طريق النظام هذا كذا بالتعامل مع مراكز عالمية موجودة هذه المراكز في أكثر من 75 دولة وعندنا 300 مركز في أنحاء العالم ممكن المهن الطبي يقدم على تاريخ التقييم عن طريق نظام شريان ثم يقوم بتقديم الامتحان في بلاده ونسوي للتقييم الشهادات وخبراته وعلى أساس أن نصدر له الترخيص الطبي وهو موجود في بلاده وما في داعيه الدولة إلا يوم هو جاهز ومنشأته جاهزة اللي يعمل في المنشأة طبعا النظام هذا ساعدنا على أن نخلي نظام الترخيص نظام ذكي ونظام يخدم المتعاملين طيب دكتور أنا شوي بحط نفسي في مكان المستمع ودائما يدور في خلد المستمع أن هذه المنشآت الصحية الموجودة في إمارة دبي يا ترى هل جميع المنشآت الموجودة مرخصة ترخيص سليم هل يتم متابعتها بشكل أو بآخر من قبل إدارتكم كيف أنا أضمن كمقيم أو كشخص موجود في إمارة دبي أحاول أتوجه إلى العلاج في القطاع الخاص وأضمن أن المكان هذا اللي أنا رأي حلة هو مكان مرخص وإمية بالإمية الخدمات الطبية بتكون سليمة سؤال وايد مهم أخوي محمود وأنا أحب أن طرق نقطتين للموضوع هذا أنا طبعا أنصح كل مريض يراجع للمنشآت الصحية أن يتأكد أن المنشآت هذه مرخصة من قبل هيئة الصحية في دبي وأن الترخيص نحن لازم نجبر المنشآت الصحية أنهم يخطون الترخيص الطبي في مكان المنشآة في مكان واضح بحيث بأن المريض يستطيع أن يقول هذه المنشآة مرخصة من هيئة الصحية في دبي وكذلك أنا أنصحهم بأن أي مهن صحي في أي منشآة يتأكدون بأن المهن الصحي هذا لابس بطاقة هيئة الصحية في دبي البطاقة هذه تقول اسم عليها شخص صورة المهن الصحي واسمه والتخصص والمنشآة التي يعمل بها وأنا أنصح بأن يتأكدون من ترخيص المنشآة أو ترخيص المهني قبل الحصول على العلاج هذا طبعا لحمايتهم أما بالنسبة للنقطة التي تفضلت فيها أخو المحمود كيف أن الواحد يتأكد ويطمئن بأن الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية هذه بالمتى والمطلوب نحن في إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحية في دبي نقوم طبعا بتطبيق على المعايير العالمية لإصدار الترخيص الطبية توا للمنشآت الصحية أو للمهنين الصحيين فنحن عندنا قسم خاص معني بوضع المعايير والتنظيمات والقوانين اللي على أساسها نحن نطر الترخيص للمنشآة الصحية وكذلك عندنا قسم ثاني في إدارة التنظيم الصحي اللي هو قسم ضمان الجودة عقب ما نحن نطر الترخيص الطبي للمنشآة أو للمهنين الصحيين وظيفة قسم ضمان الجودة بأنه يروح يتأكد عن طريق حملات تفتيشية على المنشآة الصحية ويتأكد بأن المعايير التي تم ترخيص المنشآة عليها لا زالت المنشآة متبعة كل المعايير اللي نحن أصدرنا الترخيص عليها وطبعا عندنا بعد التدقيق قسم ثاني معني بالتدقيق الطبي نحن نشكل لجان يقومون بزيارة المنشآة الصحية ويقومون بالتدقيق الطبي على العمل الإكليميكي لكثير من الأطباء العاملين في الإمارة بشكل يعني دوري لنتأكد بأن الخدمات وطرق العلاج المقدمة من قبل المهنين الصحيين تتفق مع المعايير اللي نحن رخصناهم عليها وطبعا عندنا قسم الاستلام الشكاوية الطبية والشكاوية الطبية هذه دائما نحن ناخذها كأداء لتطوير المعايير الصحية المقدمة بالإمارة طبعا دكتورة يعني جهود اللي تقوم بها إدارة التنظيم الصحي هي جهود مهمة وكبيرة ونحن إن شاء الله في القادم من الأيام نحاول نستضيفكم عندنا في السيوديو نستعرض هذه الجهود اللي أنتم تقومون فيها أيضا نتمنى لكم التوفيق في اللقاء اليوم وكل الشكر على هذه المداخلة الجميلة دكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة صحبة دبي شكرا جزيلا شكرا أخوة نحمود إذن مستمعينا كانت معنا الدكتورة ليلى في حديث عن اللقاء الخاص برئيس مجلس الإدارة مع نحميد القطامي مع المعنيين من القيادات والمسؤولين في القطاع الخاص نحن ما نطلع فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله بس لا تنسون ما دري عيسى تسمح لي بس أذكر بسؤال المسابقة سؤال المسابق يقول في أي مستشفى من المستشفيات دبي سيتم تتشين المركز الدولي للمناظير الذي يعد الأول من نوعه على مستوى شرق الأوسط هل هو مستشفى راشد مستشفى دبي أم مستشفى لطيفة ثلاث خيارات ما حد يحط لي اسم مستشفى ثاني الله يخليكم عموما فاصل مستمعينا السهلة بس الإجابات على الاسم اس 4006 نستقبلها عن طريق الاسم اس وفاصل وما نرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أهلا بكم مستمعينا مرة أخرى وكل التمنيات لكم بالصحة والسعادة دائما وأبدا نحييكم مرة أخرى في برنامجكم صح وسعادة الذي يأتيكم بتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام المتمثلة في إذاعتكم إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا ذكرناكم بسؤال المسابقة يا ترى في أي مستشفى من مستشفيات دبي سيتم تتشين المركز الدولي للمناظير اللي سمي مركز دبي الدولي للمناظير هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط هل هو في مستشفى راشد أم مستشفى دبي أم مستشفى لطيفة وطبعا الإجابة نحق لناها من خلال سياق الحوار في الحلقة اللي تابعنا في البداية بيعرف الإجابة إجاباتكم أن نستقبلها يعني عيسى عشر دقائق بعد ونسوي السحب ولا يعني تغريبا خلال عشر دقائق بنسوي السحب على الفائز معنا في هذه المسابقة اللي تطرح هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع انطلاق أسبوع الإمارات للإبتكار الإمارات تبتكر إذن كل يوم عندنا خلال هذا الأسبوع ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة للفائز بهذه المسابقة نستقبل إجاباتكم على الاسمس 4006 أيضا مستمعين نحن كنا نتحدث وايد عن مبادرة نحن نغذيك نحن نغذيك هذه مبادرة جميلة تستهدف هيئة الصحة الإنسان بشكل مباشر ودائما ما نسعى إلى تحقيق مختلف الأغراض التي تساهم أو مختلف الأهداف التي تساهم بشكل أو بآخر في تحسين حياة الإنسان في إمارة دبي وتحقيق السعادة له فنتمنى من قبلكم أن تطلعون على هذه المبادرة من خلال التطبيقات الخاصة ببرنامج الشيخ حمدان بن محمد الذكي ممكن صوت طولنا من خلال هذا البرنامج أيضا ما ذكرناكم نحن بحساباتنا على التواصل الاجتماعي اللي حاليا الآن أعتقد في عندنا العيادة الذكية متواصلة من خلال حساباتنا اللي هي دي اتش اي اندرسكور دبي ممكن من خلال هاشتاق العيادة الذكية وحتى من خلال الانستجرام أو من خلال البرسكوب التابعون هذه العيادة أنا بغي أخذ تفاصيل أكثر ما أدري إذا ممكن تتواصلون مع حد من العيادة الآن طي معنا أسمى الجناحي أسمى شيف حالت؟ هلوى أخير محمد شخ بارك الله يسلم أسمى بس تعطينا تفاصيل شوية سريعة عن العيادة الذكية اليوم العيادة الذكية هي مبادرة أطلقتها هي الصحة كل 2 و 5 نطرح كل مرة موضوع متخصص اللي نشر الوعي الصحي في المجتمع عبر قانوات التواصل الاجتماعي موضوعنا اليوم عن المضادات الحيوية وهذا بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية واللي قام من تاريخ 16 إلى 22 نوفمبر نعم الصراحة التفرع الوايد كبير هذا الأسبوع ومسضيفين معانا البروفيسور وليد أبو حمور من مستشفى الجليلة ودكتور فاطم زرعوني من مستشفى نقيفة يتكلمون عن المضادات الحيوية وصراحة الاستفسارات اللي يتمنى أننا مش فاهمين هل هو مضادات حيوية تانعطل البكتيريا أو الأمراض الفيروسية والتفاعل الكبير والأسئلة يتم إجابة عليها بتفاصيلها في العيادة الذكيرة حاليا على قناة بريسكوب الحافظ بالهيئة طيب هي على قناة بريسكوب DHA underscore دبي وأيضا من خلال تويتر تويتر والإنستغرام ممتاز أسما أن أتكلم عن العيادة الذكية ترى الفكرة العامة لهذه العيادة شو هي الفكرة العامة للعيادة الذكية العيادة الذكية هي طريقة لنشر الوعي في المجتمع عن طريق التوافع السماعي نحن نوصل للناس في القنوات اللي يستخدمونها أو يتفاعلون فيها نعم بهذه الطريقة نوصل لهم المعلومة يمكن الواحد ما يمكن حاطب بالي الاستفتار هذا أو السؤال لكن يما يشوف أن الأطباء وصلوا لين عند لين جهاز الذكي بيسأل السؤال نعم وراح يحصل إجابة عليهم فهذه الطريقة من طريق التواصل مع المجتمع طيب العيادة متى وقتها؟ العيادة هي كل سنين وخميس من الساعة عشر لين الساعة اثنى عشر ساعتين بتكون على قناة تويتر والإنستجرام والفريسكو طيب يوم الاثنين والخميس نفس المواضيع المواضيع اللي تطرحونها؟ المواضيع تكون مختلفة أخوي محمود يعني مثلا الأسبوع المواضيع تكلمنا عن المواضيع مختلفة وأحيانا تكون مواضيعنا تكون بالتزامن مع الأيام العالمية مثل أمراض القلب مثل يوم العالمي القلب اليوم العالمي للقضاء على السمنة مثل هذا اليوم اليوم نتكلم عن التوعية بالمضادات الحيوية وهذا بالتزامن مع اليوم العالمي أو السبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية أنا لاحظت أن الأطباء المشاركين ذكرتي من أكثر من مستشفى أو من أكثر من تخصص يعني هل أنتم تتعمدون هذه المسألة في العيادة الذكية؟ طبعا نحن 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 ن المآخرة تبغي أن توجهينا لمستمعين أتمنى من المستمعين أن يزورونا اليوم في القرية الصحية للأتكار موجودة في منطقة جميرة على الكايت بيت نتمنى لهم يزورونا موجودين نحن اليوم الزمع ويشرفون نصراحة يتسرفوا بوجودهم طيب الأخت اسمه الجناحي أخصائي أخصائي أول أعلام اجتماعي بهيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذا التواصل وهذا التوضيح شكرا جزيلا تسرفني أقول محمد مشكور طيب مستمعين إذن العيادة الذكية مستمرة معاكم كل يوم 2 و 5 من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر على مدى ساعتين مثل ما سمعتوه هي تشكل لجنة طبية من مختلف القطاعات والتخصصات في هيئة الصحة وتحاول قدر الإمكان أنها يعني توصل لكم المعلومات الطبية اللي أنتوا تحتاجونها يمكنكم المشاركة في هذه العيادة من خلال الهاشتاغ العيادة الذكية أو العيادة أندرسكور الدكية أعتقد أو من خلال سمارت كلينك باللغة الإنجليزية هذه العيادة متواصلة معاكم عن طريق الحسابات الخاصة بهيئة الصحة في تويتر انستغرام وأيضا من خلال البريسكوب اللي ممكن تابعون نقل حي مباشر للمعنيين بهذا البرنامج نعود للحديث والتذكير بالقرية القرية الصحية للابتكار كانت يعني هناك العديد من الدعوات في هذا الموضوع القرية يا جماعة الخير فيها أكثر من فعالية فيها أكثر من شغلة ممكنكم أنتم تشوفونها وتتعرفون عليها من خلال زيارتكم لهذه القرية وأعتقد هناك يعني فيها برزة الابتكار فيها معرض الابتكار في الصحة أيضا فيها بعض البرامج التوعوية الخاصة بحملة الدواء وسلامة حملة الدواء سلامة وعطاء يعني ممكن تتعرفون أكثر على الممشى الممشى القرية الصحية هذا نشاط ترفيه ممكن من خلاله يعني كل أفراد الأسرة يستمتعون بهذه الفعاليات اللي موجودة أيضا مثل ما ذكرت لنا في بداية الحلقة لأستاذ فاطمة عباس عن محطة المعرفة أو الحوسبة الإدراكية في المجال الصحي وقالت أن هذا يقدم عرض موجز للتطبيقات الجديدة للمجتمع بالتعاون مع شركة آي بي أم أيضا في فعالية جميلة أنا أحبها الصراحة ما أدري يمكن أن تتحبون اللي هو المطبخ الإماراتي الصحي هناك يعني في ركن خاص بأهمية الطبخ الصحي بتشوفون الطبخ يكون لايف جدامكم ممكن تدوقون هذه الأكلات الصحية في هذه القرية الصحية أيضا للإبتكار هذا جانب بسيط من اللي ممكن تشوفونه في هذه القرية لكن اليوم بيتم أطلاق مركز دبي الدولي للمناظر وسؤال حلقتنا اليوم عن هذا المركز في أي مستشفى من مستشفيات دبي سيتم تدشين هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط هل هو في مستشفى راشد مستشفى دبي أم مستشفى لطيفة وما أدري عيسى نسوي السحبة الحينة ولا نتريه شوية يلا ما نتريه شوية ليه ما ناخذ أكبر عدد من الإجابات للدخول في هذه القرية خلوني أعطيكم بس فكرة سريعة عن هذا عن مركز الدولي للمناظر يعني قلنا أن هناك الكثير من المبادرات والأنشطة التي أعدتها هيئة الصحة بدبي لرواد القرية من بينها باقة الخدمات الصحية الذكية التي تستهدف المرضى والمتعاملين ما بين البرامج التوعوية والموجهة للجمهور بشكل عام لإثراء ثقافتهم الصحية اليوم إن شاء الله الهيئة بتكشف عن تأسيس مركز دبي الدولي للمناظر أنا أعطيهم الإجابة عادة في مستشفى لطيفة إذن الهيئة اليوم بتكشف عن تأسيس مركز دبي الدولي للمناظر في مستشفى لطيفة هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط سواء من حيث التخصص والتجهيزات الفائقة المستوى أو الخبرات والكفاءات الطبية القائمة عليه إلى جانب يعني إمكانيات هذا المركز العلمية والبحثية المتقدمة وإن شاء الله في حلقات قادمة منحاول نركز ونسلط الضوء على هذا المركز إذن الإخوان اختاروا بالقرعة من خلال الكمبيوتر الفائز ماجد بلال إسماعيل ألف مبروك للفائز معنا ماجد بلال إسماعيل بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي ممكن أنك تستلم هذه الجائزة من مبنى الإدارة العامة في هيئة الصحة بدبي من خلال التوجه إلى إدارة التسويق والإتصال المؤسسي وأيضا الجماعة هناك بيقومون بالتواصل معاك إن شاء الله في آلية استقبال هذه الجائزة ألف مبروك إذن للمستمع ماجد بلال إسماعيل الفائز الثاني معنا من خلال أسبوع الابتكار التي تحتفل به هيئة الصحة بدبي من خلال القرية الصحية للابتكار ومن خلال العديد من الأنشطة أيضا مسامعين نسيت تخبركم أنه اللي يحضر القرية ترى هناك فيه أيضا مسابقات وجوائز ممكن الواحد يتعرف عليها نسيت أقولكم أن القرية موجودة في جميرة في الكايت بيت يعني هذا الموقع أصلا هو موقع لممارسة بعض الأنماط للحياة الصحية فيها الممشى الواحد ممكن يمارس بعض الأمور الرياضية من خلال الجري من خلال المشي وغيرها من الأمور وهي أصلا على البحر يعني حتى موضوع السباحة متوفرة هناك لكن أيضا اختيار الهيئة أنا أعتقد لهذا المكان هو اختيار موفق جدا لتعزيز هذه الأنماط عند الجمهور وأيضا للتواصل معهم في الأماكن اللي هم موجودين فيها فهذه دعوة عامة للجميع لحضور فعاليات القرية الصحية للابتكار التي تتواجد إن شاء الله أو التي بدأت يعني فعالياتها من 22 نوفمبر يعني يوم الأحد البارحة وتستمر حتى 28 نوفمبر في الكثير من المبادرات اللي ما نطلقها من خلال هذا الأسبوع مستمعين أيضا حابة أذكركم كذلك بأرقام التواصل مع هيئة الصحة بدبي من خلال خدمة وصل صوتك هذه الخدمة اللي هي تستقبل أو الخط الساخن اللي ممكن من خلال نستقبل كل الاستفسارات الخاصة فيكم على الرقم 800 أربعة أو ثلاثة أربعة أثنين 800 دي أتشي ثلاثة أربعة أثنين الخدمة موجودة على مدار سبعة أيام أربعة وعشرين ساعة ممكن من خلاله المعنيين في مركز الاتصال يردون على كافة استفساراتكم وأيضا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي كذلك ممكن أيضا المعنيين يردون كذلك على كافة استفساراتكم وآراءكم وملاحظاتكم اللي نحن نسعد فيها وأيضا من خلال هذا البرنامج نحن نتواصل معاكم إن شاء الله من يوم الأحد لحد يوم الخميس يعني من لحد لين الخميس نحن موجودين معاكم من الساعة عشر للساعة أهداش يعني البوابة مفتوحة جدامكم كل القنوات اللي يبغي تواصل معانا يا جماعة الخير لا تترددون أبدا نحن موجودين هنا لخدمتكم نحاول قدر الأمكان أن نوصل للمستمع نوصل للعميل ونقدم لأفضل خدمة اللي نحن نسعى يعني لتحسينها لتطويرها دائما ما في شيء كامل غير وجه سبحانه لكن نحن نسعى قدر الأمكان إلى الكمال أكيد بأراكم بمقترحاتكم بملاحظاتكم بتواصلكم معانا نحن ما نقدر يعني نحسن من هذه الخدمات ونقدر نستوعب التطلعات اللي موجودة عندكم مستمعينا ونحاول نحسن فيها من أداءنا نحسن فيها من خدماتنا أرقام التواصل نذكركم فيها للتواصل مع الخط الساخن في هيئة الصحة على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة 800 342 أو 800 DHA وأيضا من خلال قنوات التواصل على سواء تويتر إنستجرام أو حتى الفيسبوك أو البرسكوب أحيانا نطلع ببث مباشر في بعض الأحيان حتى أعتقد عندنا قناة كذلك في السناب شات بعد كذلك اللي يحب يعني مثل هذه القنوات اللي موجودة الواحد ممكن يتواصل بشكله وبآخر معانا كل القنوات بتحصلونا تحت اليوزر هذا DHA D من دبي H من health A من authority underscore Dubai إذن DHA underscore Dubai إلى هنا مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نتمنى إن شاء الله في الغد نفتح باب التواصل معاكم أكثر اللي حاب يتواصل معانا على الأرقام الخاصة بالبرنامج وإن شاء الله هذه دعوة نكررها لكم للتواصل وحضور فعاليات القرية الصحية للابتكار وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد هذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف وكل الشكر من طاقم الإعداد لهذا البرنامج والإخراج كان معايا المخرج عيسى سبيل كل الشكر لكم مستمعين وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله ومواضيع جديدة تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء صحة وسعادة برعاية هيئة الصحة بدبي